اشتركوا في القناة ثم مندوب مبيعات في مجال بيع المعادات البنائية والمعادات الصناعية ثم شاريف في وكالة عقرية ومستشار في مجال التوظيف والموارد البشاري وقد كانت لي تجربة جمعية في الغرفة الفتاة الاقتصادية بيرادس وهي جمعية داعمة للتنمية المسابقة وصالحة على قيادات شبابية قادرة على تحمل المسؤولين وفي المجال الرياضي كانت لي الفرصة لتبثيل نايزة العرب بيرادس في عديد المسابقات الوطنية تحصلتوا على المرتبة الأولى في الدور الأول لانتخابات المجالس المحلية على عمادة ترادس المادة بنسبة 46.54% يسبب من نسبة معادلة يمتين 29 صوت هذه النسبة تخول إعادة الانتخابات في الدور الثاني وهذا بفضل ربي يوفر لدعمكم وثيقتكم لشخصي والبرنامج الانتخابي الذي يتبدأ نقاط أساسية لتصور المحالي للعمادة بشكل خاص والمعتمدية بشكل عام سوف أعمل على متابعة فتطوة برامج مشاريع التنمية التي تشمل معتمدية رادس تيرة المودة النيابية سوف أعمل على متابعة وكنائب على متساكيني عمادة رادس رمادة سأنقل مشاكلكم واقترحاتكم إلى المجلس المحلي عبر التواصل المباشر معكم عن بعد تفعيل وثيقة النموذج الموحدة لسيارة الشكاوي التي سوف تكون حج التفاعل بين النائب والمواطن إحداث خالية مراقبة أشغال المونية والخاصة التي تتدخل ميبعا للمؤسسة العمومية لإسلاح الأضرار في الطرقات والأرصفة إحداث خالية لمراقبة الوضع البيئي للشطق ووضع استراتيجي للحد من التلوث الناتج عن مياه السرق السحر المتطفقة عن باقي المعتمدية نحو محطة تطهير برادس سأعمل أن أمقترح تهيئة السوق الأسبوعي لرادس والحد من الانتصاب الفوضوي أمام النازل المتساكين تسقيق الملاعب الرياضي بمركب الشباب المغارب برادس وجعلها متعادة التخصصات الرياضية تشريك الجمعيات كشوركات فاعلين في المشروع التانية المحلية وهذه مناسبة للتوجه إلى شباب المنطقة وشجعهم بالعمل التطوع في جهة وذلك بإخيراتكم في الجمعيات المتواجدة بدار جمعيات ما يجري برحم الله كذلك أحظكم بالأخيرات بممارسة الرياضة الفردية والجماعية والأخيرات بالنواية الثقافية بمركب شباب برادس فقط أطرقوا الأبواب وسجنوا أنفسكم وريد أن أؤكد أن المجالس المحلية هو حجر أساس البناء الديمقراطي القاعدة الذي يجعل لكل عمادة لها نائب فاعل يكون همزة وصل بين الأهالي والمؤسسات الحكومية والسلطات في المعتمدية أدعوكم أهالي شباب نساء ورجال عمادة رادس المادة أن تدعموني مجددا وتصوتوا لرقم 2 وفي الختام أسأل الله أن يوفقني لبفيه خير لهذا الوطن وأن أكون عند حسن ظنكم تحية تونس وتحية مؤتمرات رادس والسلام